السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا على كل اللي بيسمعنا معكم الاستاذة صفاء من قناة اه يوتيوك اللي بيسمعنا الاول مرة وعجبوا الفيديو منساش يشترك واي فعلنا الجرس حب اعرفون في قناة ثانية اسمية يوتيوك معرفة تابعونا على قناوات يوتيوك اه قناة الاولى يوتيوك وقناة الثانية يوتيوك معرفة ولا تنسونا باللايك دعما دايما باللايك كومنتي للقناة فضلا وليس امرا تحفيزا من وكمان يتقدروا منكم على مجدنا المبزول اليوم منصة علمي تعرض في اختراع من الاختراعات مقنعا اه اكبا اهميت باهميته موجها عفوا موجها اياهم بحسن استعمالي اه مقنع توجيه اه اقناع حجاج عفوا اقناع حجاج موجها توجيه موجها هنوظف مؤشرات النمط التوجيهي ومقنعا هنوظف مؤشرات النمط الحجاجي يعني اه يكون حجاجي توجيه في البداية رقبات بياض يشهد اه عصرنا الحالي العديد من الاختراعات التي سهلت حياة الانسان واصبح لها دورة عظيم ومنها اختراع الحاسوب هو هنا يطلب اختراع من اختراعات اختراع واحد بس هنتكلم عنه ومنها اختراع الحاسوب ذكرت في المقدمة الاختراع الذي ساتحدث عنه هو اختراع الحاسوب العرضة رقبات مما لا شك ان الحاسوب من اعظم الاختراعات في تاريخ البشرية والاكثر شيوعا فاينما تذهب تجده حيث انه يستخدم في جميع الشركات والمصانع والمدارس والمؤسسات وغيرها الحاسوب 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 جهاز الكتروني يتكون من شاشة ولوحة مفاتيح وفأرة وبفضله اصبح الانسان يستطيع ان يخزن اكبر عدد من المعلومات وكذلك الاطلاع على الابحاث فهو يوفر الوقت والجهد كما يجعل العالم قرية صغيرة كما يجعل العالم قرية صغيرة ومن خلاله تمكن من خلاله تمكن تمكن الانسان من تطوير كل مجالات الحياة الطرفية وتجارية والاقتصادية ولولا لا يستطيع تلميز انجاز العمال المدرسية بشكل مرتب ومنظم ان الحاسوب مثل اي اختراء من الاختراءات له سلبيات واجابيات فاذا تم استخدامه بكثرة وبدون وعي فانه يضر يسبب امراضا كامراض الظهر والعين والاكتهاب والعزلة كما انه يضيع الوقت ويدهي عن الدراسة الخاتمة اضرب بيض ولذلك يجب عليكم يا زملائي بحسن استغلال الحاسوب فاضراره ليس الا نتيجة لسوء استعماله وقد قيل كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده استشهدت بمقولة مشهورة او حكمة ممكن هنا مقولة ايضا قسرة الابحار يودي الى الانتحار مقولة ايضا قسرة الابحار يودي الى الانهيار هنا استشهدنا بمقولة مشهورة نص علمي عن الحاسوب ممكن نضيف هنا اشكالية سؤال فماذا تعرف عنه؟ يشهد عصرنا الحالي العديد من الاختراعات التي سهرت حياة الانسان واصبح لها دور عظيم ومنها اختراع الحاسوب فماذا تعرف عنه؟ وما هي اهميته؟ فماذا تعرف عنه؟ وما هي لكم مطلق الحرية؟ فماذا تعرف عنه؟ وما هي اهميته؟ او ما هي مهامه؟ نضع خط تحت الاختراع نقنع الحجاج مما لا شك انه هذا حجاج فاينما شرط حيث انه روابط كذلك كما ولولا ادوات شرط انه روابط فاذا شرط فإنه كما انه كما انه ولذلك الا وغطقيلة اقتباسات تبع الحجاج اما التوجيه التوجيه في الاخير انا وظفت التوجيه في الاخير ولذا يجب عليكم هنا توجيه يجب عليكم يا زملائي بحسن استغلال الحاسوب فاضرره ليس الا نتيجة لسول استعماله يعني التوجيه بسيط في الاخير وهو اقناع اقناع معظمه اقناع وتوجيه بسيط مقدمة ترك بياط ارد اترك بياط اه خاتمة نترك بياط ندلقا ونضع النقطتين استشار نضع المزوجين علمات ترقيمة علمات الوقف الملتزم بها اه فاصلات فاصلة 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 فاصلات حاسوب اه مكوناته تعريفه يعني كذلك اهميته استخدماته ايضا ايجابياته ذكرنا اه سلبياته له ايجابيات كما انه له كمان سلبيات سلبيات خاتمة توجيه اشاهد اه اشكركم على حسن الاستماع يارب تستجد من الفيديو اه حتى ولو بواحد في المية اذا استفدتم او اعجبكم الفيديو ولا تفخلونا باللايك كومنت القناة الاشتراك في قنوات يوتيوب اه قنوات يوتيوب للاستفادة والتعلم اه بتنزل موضوعات تعفيح وحلول تلخيص دروس ووضعيات الدماجية اه ازعاد مدرسية وغيرها من محتوى القناة اترككم في رعاية الله وحفظ كانت معكم استخدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة